ان هناك بعض الثغرات اللي موجودة وقدرتوا عن طريقها ان انتوا تحصلوا على جنسية لبعض الاشخاص لو حب يعني تدينا هدية كده وتقول لنا ايه الثغرات دي اديك كزا هدية دلوقتي عادي مفيش اسرار الفترة اللي فاتت خلينا نقول اخر مقابلة اخر مقابلة انا عملتها قلت ان الاشخاص اللي بياخدوا سوسيال او الاشخاص اللي سكنين مع حد بياخد سوسيال فرصة حصولهم على الجنسية بتكون صعبة ومش سهلة احنا بقى طلعنا شوية صغرات كده وحرب تمام ان الشخص ممكن بس برضو عشان الناس ما تفهمش غلط مش حاجة عامة بس ممكن يعني احنا الفترة اللي فاتت دي مفيش من كم اسبوع كسبنا لواحد عضية للجنسية كان ملف وراح للمحكمة كسبناها مع ان كان ساكن مع حد بياخد سوسيال قدرنا نثبت ان الشخص دوت ما بياخدش اي حاجة من الاشياء يعني هي كانت والدته نعم وهو عايش مع والدته والدته بتاخد سوسيال وهو شغال احنا قدرنا نثبت للمحكمة ان هو اللي بيساعدها هي الفكرة ايه في فلوس السوسيال هما مش عايزينك ان انت تكون بتستفيد اي حاجة من المساعدات دي ليك وانت بتقدم على الجنسية يعني اللي كان الشخص اللي هو بياخد سوسيال مالوش علاقة بتدخل بفلوس امه خالص ولا بياخد منها او اي شخص تاني او اي شخص تاني انا بجيب لك الحالة من دمن الحالات اللي مرت علينا اذا ثبتنا للمحكمة ان عادة الماجسترات بتدي رفض يعني ان دراسي بقولك على الماجسترات الماجسترات عادة بيجي لها ملف زي ده بتقولك رفض فافضل حاجة تروح عند القاضي عشان كده لما بنعمل شكوى ولا حاجة بتروح عند القاضي بيكون افضل بيبص نظرة مختلف وقدرنا نثبت للمحكمة ان الشخص ده ابدا ما بياخدش اي مساعدات من والدته بل بالعكس هو اللي بيدعمها وبالتالي كسبنا وقدر ان هو يحصل على الجنسية فدي كانت حاجة حلوة جدا دي اول نقطة ايه انواع الدخل اللي بتتحسب للجنسية الجنسية او كمان لمش شاملة على فكرة لان تقريبا الدخل واحد تمام ايه انواع الدخل اللي بتتحسب اي دخل بيجيلك يعني فيه واحد ممكن يكون بيمرتبه مثلا 1500 يورو بقول مثال واحنا عايزين هو واسرته عايزين يبقى الدخل لغاية 1950 او 1920 او 2000 يورو مثلا عايزين الدخل وهما بيجي لهم 1500 اي حاجة تاني بيجي لهم من وراها دخل نقدر نثبته فده محسوب يعني التبس بنقول باللغة العربية البقشيش الفلوس اللي بتجيلك كبترينجلت او بقشيش بتضاف الساعة الاضافية الساعة الاضافية بتعرف انت اخر كل سنة الناس بتروح تعمل الاسترجاع الدريبي تشوف الاسترجاع الدريبي الفلوس اللي بترجع لك دي وممكن هترجع له 3000 يورو بيتحسبه من ضمن الدخل مراس عندك مثلا مراس وفلوس موجودة كل ده بيتحسب اي فلوس معاك نقدر نزبط وجودها عندك دي بتتحسب للدخل للجنسية حاجات نكون نقدر نزبطها يعني ما تنفعش الشفاهية يعني ما ينفعش الواحد دي يجي يروح يقول الموظف الماجسترات انا بيجيلي 1000 يورو كل شهر لازم يجيب جواب بالموضوع ده واسبات لازم اسبات رسمي كتابي ان الشخص ده بيملك المبالغ دي في حاجة في نقطة تاني كمان نقدر ان احنا ناخدها للاشخاص احنا تكلمنا المرة اللي فاتت على الاطفال قلنا بنقدر ان احنا نقدم لهم للجنسية بدون والديهم فناس كتيرة جدا سألت الطفل مش لما يتولد نقدم له على الجنسية لا ابتداء من 6 سنوات بنقدر ان احنا نقدم للطفل على الجنسية بدون اهله لحد سن 18 سنة ده بيبقى قاصر فاهله هما لواصين عليه فبالتالي نقدر نقدم له في نقطة تانية للاشخاص بقى اللي هي دي بقى صغرة تاني الناس كتيرة ما بتعرفهاش فوق التمنتاشر لحد تقريبا سن الخمسة وعشرين لو قلنا ان ده شخص عايش مع اهله مازال ساكن معاهم واهله هما اللي بيرعوه وبيدرس بيدرس في الجامعة بيعمل سنوية بيدرس اي نوع دراسة واهله هما اللي متكفلين بيه وعد سن التمنتاشر يقدر يقدم على الجنسية من غير اهله بناء على الدخل بتاع اهله من حق بناء على الدخل بس ما يكونش الاهل اكيد بيحصلوا على سوسيال لا احنا قلنا موضوع سوسيال ده صعب برضو مهقي ممكن نشوف صغرات بس ديها تبقى شوية صعبة بس السوسيال دي نقطة صعبة جدا بس احنا بنقول هم عايشين والاهل شغالين الاهل ما خدوش الجنسية ليه ممكن يكونوا مش مستوفيين شرط اللغة ممكن يكون عندهم ظروف بتاعكم ايا كان بناء على الاهل بنقدر نقدم للاشخاص اللي بيدرسوا دول ودي بتكون فرصة يعني انا بنصح اي حد عمره 18 سنة او بيدرس او حتى تحت 18 او فوق 18 وساكن مع اهله فورا يحاول يشوف محامي يشوف له موضوع الجنسية لانه ممكن يحصل على جنسية قبل الولدي ليه؟ لانه بتبقى شروطه خفيفة مش زي واحد بقى مخلص وقاعد في بيت ولازم نحسب له الاجار قد ايه والدخل قد ايه تبقى اسهل